في جميع أنحاء العالم يحب الأطفال أن يلعبوا ويستكشفوا فهذا جزء لا يتجزأ من نمو الأطفال والمراهقين يواجه الأطفال في حالات التوارئ المخاطر الجسدية التي تتسبب في قتلهم أو إصابتهم بجروح بصفتنا عاملين في المجال الإنساني يجب أن نتخذ الإجراءات بشأن هذه المشكلة التي لا تعطى حقها يشكل هذا الفيديو جزءاً من سلسلة فيديوهات تتناول المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني وهي معايير أساسية لجميع العاملين في المجال الإنساني فهي تساعدنا على القيام بواجبتنا تجاه الأطفال يستعرض هذا الفيديو المعيار 7 المخاطر والإصابات في أعقاب الأزمات من المهم أن تعود الأمور إلى طبيعتها فاللعب والفضول ضرورياً للتعافي إن الفتيات والفتيان الذين يحيط بهم الدمار والفوضى يبحثون عن أماكن جديدة للعب وترق جديدة للقيام بأعمالهم اليومية وتؤدي الكثير من حالات الطوارئ إلى نزوح الأطفال إلى بيئات جديدة أو إلى دفعهم للعيش في سياقات متغيرة حيث يواجهون مخاطر جسدية متفاقمة وتختلف هذه المخاطر مع اختلاف الوضع وغالباً مع اختلاف العمر ولكن يجب أن نولي دائماً اهتماماً كبيراً للأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال دون الخمس سنوات وغالباً ما يؤدي الإشراف غير الكافي إلى تفاقم مشاكل سلامة الأطفال ضمن هذه البيئات الجديدة منذ خمس سنوات تعمل سارة في مجال حماية الطفل ضمن منظمة غير حكومية وقد اندلعت النزاعات مؤخراً في منطقتها وقد وضعت المنظمة برنامجاً لمساعدة الأطفال المتضررين من حالة التوارئ هذه وبذلك تغيرت مسؤوليات سارة باستخدام النتائج المكتشفة من عملية التقييم الأولي متعدد القطاعات قررت سارة مع زملائها إعطاء الأولوية للمساحات الصديقة للطفل وحالات الانفصال عن العائلة بعد بضعة أسابيع تحدثت سارة إلى زميل في قطاع الصحة وأدركت أن عدداً كبيراً من الأطفال يتعرضون لإصابات خلال نشاطاتهم اليومية وقد صدمها مدى خطورة مخيم النازحين داخلياً على الأطفال وعدد الفتيان والفتيات الذين يتعرضون للإصابات فيه حين بدأ قطاع حماية الطفل بإجراء تقييم أكثر تعمقاً حشدت سارة الجهود ليتضمن التقييم شيئاً عن المخاطر الجسدية لكن زملائها عارضوا الفكرة لأنهم شعروا بأن هذه المخاطر لا علاقة لها بالعنف والاستغلال والإساءة والإهمال غير أن سارة بقيت مصرة لأنها تعرف أن الأطفال غالباً ما يتعرضون للقتل والإصابات عن غير قصد في حالات التوارئ بالنسبة لها فإن ذلك يسلط الضوء بشكل مباشر على أهمية حماية الطفل كإجراء منقذ للحياة لدعم حجتها استعانت بالمعايير الدنيا لحماية الطفل وبمبادئها التوجيهية العشرة فهذه المعايير والمبادئ يجب أن تكون الأساس في جهودنا إن المعيار المتعلق بالمخاطر والإصابات ضمن المعايير الدنيا لحماية الطفل يساعدنا على تصميم التقييم وتحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة وكذلك المخاطر القائمة في المجتمع بالنسبة إلى الأطفال ينص المعيار 7 على ما يلي يكون جميع الأطفال ومقدمي الرعاية مدركين للإصابات والإعاقة والموت من الأخطار الجسدية والبيئية ومحميين منها ويتلقى الأطفال الذين لحقتهم الإصابات وأو الإعاقات الدعم الجسدي والنفسي الاجتماعي في الوقت المناسب يشير المعيار إلى الغرق والسقوط والحروق وحوادث السير والحيوانات البرية والأغراض الحادة والتعرض للنفايات الخطرة والبيئة التحتية التالفة والأسلحة والمتفجرات من مخلفات الحرب بما فيها الألغام الأرضية من المهم جدا أن تجمع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل المعلومات وفقا للعمر والنوع الاجتماعي وأيضا المخاطر المحددة الموجودة في المجتمع المحلي والتي قد تسبب المخاطر والإصابات للأطفال نعود إلى تجربة سارة هي تدرك أن الفتيات والفتيان قلقون بشأن مجموعة مخاطر أكبر من التي تناولها فريقها في السابق وبما أن المنظمة كانت قد بادرت أصلا بإنشاء المساحات الصديقة للطفل يظن العاملون أن هذا يمنحهم فرصة ممتازة ليناقشوا هذا الموضوع أكثر مع الأطفال فيما يلي مثال عن نشاط مماثل جرى تنفيذه في باكستان تشاورنا مع الأطفال فأجرينا نقاشات معهم ضمن مجموعات تركيز حيث قاموا برسم خريطة المخاطر في المجتمع المحلي لكنهم أجروا أيضا مناقشات ضمن مجموعات تركيز عن أكبر المخاطر بالنسبة لهم ولمجتمعهم المحلي وكان ذلك مثيرا جدا للاهتمام لقد فصلنا بين الفتيان والفتيات وفصلنا بين الفئات العمرية فأخبرون كيف تغيرت بيئتهم بالكامل وكيف باتوا معرضين أكثر للبقاء في الخارج وكيف أصبحوا معزولين في مناطق لم يكونوا يلعبون فيها سابقا وهي مناطق تغيرت بالكامل بسبب الفيضان لقد كانت المياه تحيد بالمكان وربما لم يكن الأطفال يجدون السباحة أو كانوا قلقين بشأن الحيوانات الأخرى والأفاعي وأيضا لمجرد أنهم معزولون ينبغي جمع ومقارنة البيانات من مصادر مختلفة لتحديد أنماط وحجم المخاطر بصفتنا جهات فاعلة في مجال حماية الطفل علينا أن نستفيد من أنظمة الرصد لدى الزملاء في قطاعات مثل الصحة والمأوى وإدارة المخيمات فالتحليل المشترك والمركز يعتبر مهما جدا لجهود المناصرة ونشر التوعية والوقاية يمكننا أن نجري عمليات تقييم نجمع من خلالها المعلومات حول المخاطر القائمة على الأطفال ويمكننا أن نعتبر ذلك فرصة لتمرير المعلومات لقطاعات أخرى كي يدرجوها فعلا في برامجهم لذلك علينا أن نحرص دائما على حضور اجتماعات كدل التنصيق الأخرى فنشارك فيها ونتحدث إلى الجهات الفاعلة الرئيسية التي يمكنها المساعدة في مجال المخاطر والسلامة وتبرز أيضا الحاجة إلى وجود نظام إحالة قوي جدا تشارك فيه المنظمات المختلفة وكذلك القطاعات الأخرى إن معالجة موضوع المخاطر والإصابات تحتاج إلى التزام كبير من مجموعة من الجهات الفاعلة وقد أدركت سارة من خلال التعاون مع جهات فاعلة مختلفة حكومية وغير حكومية أن الإجراءات المشتركة من شأنها أن توفر الوضوح المطلوب لذلك فإن هذه الجهات ستكون قادرة معا على دمج المخاطر والإصابات ضمن التدخلات الإنسانية القائمة فعلا بما فيها أنزمة حماية الطفل نفسها وإدارة المخيمات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة وتبدأ هذه الجهات التحاور فيما بينها من خلال التركيز على مبدأ عدم إلحاق الأذى هذا ما حصل في أحد مخيمات النازحين داخليا بعد أن وقع طفلان في حفرة مرحاض مبنية بشكل سيء وفقد حياتهما عملنا مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة والتقينا مع القائمين عليه لإجراء عملية تقييم للمجتمعات المحلية تشمل النساء والأطفال والأهالي والفتيان والفتيات وذلك بشأن الأماكن التي كانوا يلعبون فيها والمخاطر الموجودة فيها برأيهم وكذلك بشأن الاستراتيجيات اللازمة لجعل المجتمع المحلي أكثر أمانا فاستعرضنا بعد هذه الخيارات وبناء على ذلك قام قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بوضع نظام مراقبة أدق بكثير لحفر المراحيد وذهبوا كل يوم ليتحققوا من جودة بنائها والقيام بتعديلها عند الحاجة ولكن نحن أيضا بدأنا كمجموعات حماية الطفل بتقديم التقارير للجان إدارة المخيمات قدمنا التقارير عن الحوادث وقد سجلوا بدورهم جميع البيانات فعلا واستخدمنا هذه البيانات لنتحقق مما إذا كانت الأمور تتحسن بفضل هذه الاستراتيجية في الواقع كانت تتحسن في السياق الذي تعمل فيه سارة رأت مجموعة تنسيق حماية الطفل أن هياكل المجتمع المحلي والمساحات الصديقة للطفل وبرامج إدارة الحالات هي أفضل نقاط الدخول لعملها يقوم فريق عمل إدارة الحالات بمراجعة إجراءات عمله المعيارية كي يتسنى للأطفال المصابين وذوي الإعاقة الوصول بشكل أسهل إلى آليات الإحالة والخدمات المناسبة إن فريق عمل سارة يعمل جاهدا لتحسين المساحات الصديقة للطفل التي يريدها فهم يريدون جعلها أكثر أمانا وأكثر دمجا للأطفال من ذوي الإعاقات أو الإصابات الجديدة أو الموجودة أصلاً النشاطات المعادة تصميمها باتت تصل إلى الأهالي والأطفال بفضل استراتيجيات الوقاية والزملاء العاملون في مجال الحماية من الألغام باتوا يعملون مع الأطفال للتعرف على هذه المخاطر وكيفية الحفاظ على سلامتهم فيقوم الفريق بتيسير مناقشات بين القادة والمجتمعيين والمجموعات النسائية والأهالي والأطفال الذين يقررون اتخاذ إجراءات إضافية ويذهبون إلى المجتمع المحلي ويشرفون على الأماكن التي يلعب فيها الأطفال فيرشدونهم إلى مناطق أكثر أماناً كما بدأوا يستخدمون العظات الدينية والمسرح المجتمعي للترويج لرسائلهم فيما يلي مثال عن رد فعل مجتمع من النازحين إذا عمل مسرحي قدمه الأطفال للتوعية بهذه المخاطر وهو يصف حادثاً توفى فيه طفل صغير بعد أن ترك بدون إشراف قرب نار مشتعلة بعد العرض استلمت سيدة الحديث وقالت باللغة المحلية إن مهمة التوعية بشأن الاهتمام بالأطفال أو الانتباه إليهم لتجنب المخاطر والإصابات ليست مهمة النساء فقط فهي أيضاً مهمة الرجال وجميع أفراد المجتمع يجب أن يشاركوا فيها كي نتجنب تعريض الأطفال للخطر سواء كان الأطفال فتيات أو فتياناً ليس من المفترض بهم أن يقوموا بالطبخ أو بأعمال أخرى بدلاً من الرجال والنساء والكبار في السن خلال عملها على الحالات قابلت سارة فتى عمره تسع سنوات يعاني كسراً مركباً فحين قتل والده في النزاع بدأ هذا الفتى يعمل في مرآب ليعيل والدته وإخواته الأصغر سناً وهناك كسر كتفه والدته المرهقة تحدث سارة عن الألم الذي يعاني منه الطفل وكيف يبكي في الليل ولا يستطيع مغادرة الخيمة الضيق الجسدي والنفسي باديان على الطفل وقد تعاونت سارة مع فريق الصحة المحلي لتوفر لهذا الفتى فرصة التخفيف من أوجاعه بشكل أفضل ومع زيادة ثقة الفتى بها تمكن من التحدث إليها عن تجاربه الأكثر صعوبة بعد بضعة أسابيع تلقى الطفل زيارة من أعضاء نادي الأطفال ثم بدأ الحضور إلى النادي شخصياً كما استطاعت سارة أن تحيل العائلة إلى مشروع خاص بتوفير سبل كسب الرزق يوفر إمكانية رعاية الأطفال وهذا يعني أن والدة الفتى استطاعت أن تعمل من المهم أن نشير إلى أن الإصابات قد تشتمل على الآثار المرئية وغير المرئية على الأطفال لذلك على العاملين في المجال الإنساني أن يعملوا على معالجة الإصابات الجسدية والنفسية التي يعيشها الأطفال لقد تعلمت سارة من تجربتها أن الحالة الطارئة خلقت مخاطر جسدية جديدة وأدت إلى تفاقم المخاطر الجديدة وأثرت أيضاً على قدرة العائلات على التأقلم مع البيئة المتغيرة لكنها أدركت أن أفراد المجتمع المحلي من جميع الأعمار هم أفضل من يستطيع تحديد المخاطر وتوفير الحلول لتحسين سلامة الأطفال إن حماية الطفل هي في صميم العمل الإنساني لمعرفة المزيد زوروا مواقع تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني والشبكة العالمية المشتركة بين الوكالات والتي تعزز حماية الأطفال ورفاههم في الأطور الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر